مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها فقلت لنفسي ربما هي نعمة فماذا ترى في القدس حين تزوها ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها فإن سرها قبل الفراق لقابه فليس بمكمون عليها سرورها متى توصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها في القدس بائع قدرة من جورجي آغر من زوجته يفكر في قضاء إجازة أو في قلاء البيت في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية القولون في أحكامها في القدس شرطي من الأحباش يبلغ شارعا في السوق رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين قبعة تحيي حائط المبكة وسياح من الإفرين شقرا لا يرون الكدس إطلاقا من ترهم يردون لبعضهم صورا مع مرأة تدير الفجرة الساحة طول اليوم في القدس أسوار من الرحال في القدس متراس من الأسمنت في القدس دب الجند منتعرين فوق الغيم في القدس صلينا على الأسفل في القدس من في القدس إلا أنت وتغفت التاريخ ليه تبسما أضمنت حقا أن عينك سوف تخطيهم وتبصر غيرهم هاهم أمامك متن مص أنت حاشية عليه وهامش أحسدت أن جيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميكة لكي ترى فيها هواك في القدس كل فتى سواك وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها ما جلت ترقض خلفها مذ ودعتك بعينها رفقا بنفسك ساعة إني أراك وأنت في القدس من في القدس إلا أنت يا كاتب التاريخ مهلا فالمدينة دهرها دهران دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم وهناك دهر كامل متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم والقدس تعرف نفسها فاسأل هناك الخلق يدلك الجميع فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله المدينة في القدس يزداد الهلال تقوزا مثل الجنين حجبا على أشباهه فوق القباب تطورتها بينهم عبر السنين علاقة الأبي بالذنين في القدس أبنية حجارتها اكتباسات من الإنجيل والقرآن في القدس تعريف الجمال مثمن أطلاع تزرق فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأي مثل مرآت محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها تدللها وتميها توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها إذا ما قمة من بعد قطبة جمعة مدت بعيديها وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا ونحميها ونعملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمار الأزمان في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان ونوافذ تعلي المساجد والكنائسة أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان فهو يقول لا بالهكبة فتقول لا بالهكبة حتى إذا طال الخلاف تقاسما فالصبح حر خارج العتبات لكن أراد دخولها فعليه أن يوضى بحكم نوافذ الرحمن في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر باعوه بسوق نخاسة في إصطهانة لتاجر من أهل بغداد أتى حلما فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى فعطاه لقافلة أتى قصرا فأصبح بعد بغي سنين بلاب المروري وصاحب السلطان في القدس رائحة تلخص بابلا والهنر في دكان عطار بلخان الزيت والله رائحة لها درة ستفهمها إذا أصليت وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيّد للدموع علي لا تحفل بهم وتفوح من بعد انحصار الغاز وهي تقول لي أنا أيت في القدس يرتاح القنابل والعجائب ليس يمنكرها العباد كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها والمعجزات هناك تلمس باليدين في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لو أجدت منكوشا على كفي كمص قصيلة في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح قفولة فترى إحما ما يطلق يعلن دولة في الريح بين رصاصتها في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابع الكل مر من هنا في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابع الكل مر من هنا فالقدس تقبل من أتاها كافرانا ومؤمنا امرر بها وقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض فيها الزنج والإفرنج والقفجاك والصقلاب والبشناء والتاتار والأتراك وأهل الله والولاك والفقراء والملاك والفجار والنساء فيها كل من وطئت قراء يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا أرأيتها ضاقت علينا وحدنا يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا أرأيتها ضاقت علينا وحدنا يا شيخ فلتعد الكتابة والقراءة مرت الأكبر لحنت العين تغمغروف ثم تنظر سائق السيارة في الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها والقدس صارت الفناء والعين تبصرها بمرآة اليمين تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب اتفاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت للوجه قالت به وقد أمعنت ما أمعنت يا أيها الباكي وراء السور أحب أنت أجمنت لا تبكي عينك أيها المنزي من مذن الكتاب لا تبكي عينك أيها العربي ويعلم أنه في القدس من في القدس لكن لا أغراف القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر